تكثيف الحملات التفتيشية على المحال والمنشآت التجارية لتطبيق القيمة المضافة بنسبتها الأساسية المعدلة وأسفرت الحملات التفتيشية عن رصد 31 مخالفة تستوجب فرض الغرامات الإدارية التي قد تصل إلى 10 ألاف دينار بحريني وفقا لقانون القيمة المضافة إلى جانب رصد بعض الحالات التي قد تعد من حالات التهرب من القيمة المضافة وفقا لقانون القيمة المضافة والذي قد يستوجب غلق بعض المحال تحفظيا هذا وأكدت وزارة الصناعة والتجارة والجهاز الوطني للإيرادات على أهمية تضافر جهود الأطراف المعنية كافة لإنجاح المراحل المختلفة للتطبيق وشددت على دعوة المستهلكين والمواطنين والمقيمين إلى تقديم شكاوة عند ملاحظة أي مخالفة أو تجاوز لقانون القيمة المضافة أو تطبيق القيمة المضافة بنسبتها الأساسية المعدلة ترجمة نانسي قنقر